نأتي الآن لحكاية السينما. المكان هذا من الأرشيف أيضا حتى نتحقق ونتأكد أكثر ذهبنا وبحثنا في الأرشيف الخاص للمواقع التي كتبت عن الشارع وعن الحي الفرنسي وعن السينما. هذا الكلام الذي ترونه يمكن قراءته فيما بعد كله سأختصره لكم حتى لا نضيع من وقت الحلقة. باختصار هذا الكلام كله يتحدث عن السينما وأن فيها كراسي أو أرائك من الخشب متأرجحة ومعدة بشكل جيد وفيه وصف لهذه السينما والأفلام التي كانت تعرض آنذاك. ومعظمها كان أفلام أوروبية كلها. وسنرى متى افتتحت السينما. وماذا كان اسمها القديم؟ إذن كما قرأنا هنا يعني سينما مانبانسي. إذن أول معلومة هي أن السينما كان اسمها سينما مانبانسي. ولم يكن اسمها سينما الجمال. هي ذاتها؟ نعم هي السينما التي غنى وأحيى فيها الموسيقى فريد الأطرش وعزف فيها على العود. إذن سينما مانبانسي التي صارت سينما الجمال. حينما زارها فريد الأطرش كان اسمها سينما الجمال. أنا معك. من الأرشيف هنا يمكن أن نرى هذه الصفحة العامة تتحدث عن السينما وعن اسم السينما وعن تحويل اسمها إلى اسم سينما الجمال وعن التاريخ. سنتحدث بالتفصيل الآن. لكن قبل ذلك نذهب إلى الخبر الذي نشيره عن افتتاح السينما. سينما أو سينما مانبانسي. إكو ديس آنز من نفسان وانتيا يعني جريدت إكو سادة الجزائر. ألجي إكو لشفناه أول إكو دالجي. دماغ سوار آنز نوفمبر يعني ألف وتسعمية واحدة وعشرين. السينما يعني يوم عشرة حتى نوضح الأمور. هذه السينما مانبانسي. يوم عشرة نوفمبر واحدة وعشرين. ألف وتسعمية واحدة وعشرين. نشرت جريدت صادة الجزائر الفرنسية أنه يوم الغد ستفتتح هذه السينما. أقرأ لكم وألخص الخبر سريع لأن كل هذا تفاصيل ولكن ما يهمنا فيها فريد الأطرش في هذه السينما. وسترون المفاجأة هذه السينما أترجي مباشرة للعربية يعني حتى نختصر الوقت. ستفتح أبوابها للجمهور ويقول الخبر الذي نشر يوم عشرة يوم حداش ستفتح السينما باسم مانبانسي والجمهور أو السكان في هذه الأحياء. هم ساعدون وفرحون أن أخيراً ستكون عندهم صالة وقاعة عروض مجهزة بشكل رائع. وأيضاً أنها ستكون هذه الصالة أو القاعة واسعة بدكورات فنية جميلة توافق الأذواق. ولا الظوق المتميز جميلة في منظرها وكل شيء محسوب يعني حتى في عدد أو بالنسبة للجمهور الذي يدخل إليها أو يشاهد فيها العروض. وستستقبل أهم وأكبر العروض السينمائية مع الميورز أوفر سينماتوغرافيك يسورون دوني. يعني أن أركستر دو شواء وحتى هناك أركستر مراقي يعني من الأركستر الكبيرة ستكون هناك خلال العرض وهناك فيها كابينات وقاعات مجهزة بتجهيزات دقيقة. يعني في سينما المهم هذا يوم الافتتاح. نحن ما يهمنا أن هذه السينما من السينمات ممتازة في الحي الأوروبي في وسط ميدان منبونسيير بعده مباشرة حي القصبة من الجهة الأخرى باب عزون من هنا باب الواد الشعبي. إذن ولكن السينما في حي أوروبي راقي. وكل الناس يستطيعون دخول إليها بما فيهم الأوروبيين والجزائريين.